بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا ورحمة الله لله الأمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لقد كانت نعمة الله عز وجل على عباده المؤمنين نعمة عظيمة جليلة شريفة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم تحدث الله عز وجل عنها في القرآن بأنها منة من الله على عباده المؤمنين قال ربنا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأمر الله عز وجل عباده بطاعته وجعل الهداية في طاعته قال ربنا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وأمر الله عز وجل عباده بأن يمتثلوا طاعته في كل ما أمر قال ربنا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وبعد ذلك أمر الله عز وجل عباده بكثرة الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر أن الله وملائكته يصلون عليه قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والإنسان في حياته مأمور بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتجب عليه ولو مرة في العمر لكن من أراد رفعة الدرجات من أراد تكفير السيئات من أراد أن يجبر الله خاطره فليكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من أراد أن يذكره الله في الملأ الأعلى فليكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر النبي وبين لنا أنه من فضائر الصلاة والسلام عليه أن العبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فإنه ينال بها صلوات من الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا وصلاة الله رحمة وصلاة الله مغفرة وصلاة الله عتق من النيران وصلاة الله توفيق من الله للعبد وصلاة الله عز وجل رحمة بعد رحمة من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة الله عز وجل يصلي عليه عشر مرات أيضا من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه منير الوجه مشرق المحي حتى سأله أصحابه عن هذا البشر الذي ظهر في وجهه صلى الله عليه وسلم فقال أتاني آت من ربي فقال من صلى عليك من أمتك صلاة واحدة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها بماذا بالصلاة الواحدة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برسالة لكل إنسان مهموم ولكل إنسان في كرب أنه إذا أراد أن يفرج الله كربه وإذا أراد أن يزيل الله همه فليكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي لما جاء له وقال يا رسول الله إني أصلي عليه فكم أجعل لك من صلاتي قال الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال فالنصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال فالثلثان قال إما شئت وإن زدت فهو خير لك قال يا رسول الله إذا أجعل كل صلاتي عليك قال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك بماذا؟ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يفرج كروبنا بكثرة الصلاة عليه وأسأل الله أن يسر أمورنا بكثرة الصلاة عليه وأسأل الله أن يرفع درجاتنا بكثرة الصلاة عليه إنه ولي ذلك ومولاه هذا وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى الحبيب المجتبى وآله والحمد لله رب العالمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته